خرج الحجاج من مكة هاندين بحجهم فائزين بغفران ذنوبهم فيمموا شطر المدينة المنورة على صاحبها أبضل الصلاة المدينة المنورة مدينة الجهاد في سبيل الله ومثوى الحبيب المحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصدوكين باب العنبرية أحد الأبواب الخارجية للمدينة المنورة مسجد السلطان عبد الحميد بالمدينة المنورة قبر سيدنا حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه وسلام وأخيه في الرضاعة جبل أحد الذي قامت في موقع أحد سنة ثلاثة هجرية واستشهد فيها سيدنا الحمزة مسجد الفجر أحد المساجد التي بنيت طهر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رضي من ربا جبل سلع مسجد القبلتين به محرابان أحدهما يتجه إلى الجنوب جهة الكعبة والآخر يتجه إلى الشمال جهة بيت المقدس والمأثور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد إلى بيت المقدس حتى أمره الله تعالى أن يجعل الكعبة قبلتها بستان ومسجد عروا في ظاهر المدينة جيدة مسجد الغمامة ويسمى ايضا مسجد المصلة ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه مسجد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها اهل المدينة المنورة مسجد كوبا اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المصطود بقوله تعالى لمسجد ادسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المستحرين مبرك ناقة لمسجد كوبا المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل الاجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد كوبا سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوق بعد قدوم الحجاج باب السلام احد ابواب الحرم النبوي الشريف القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الفارو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وابديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهازه حتى اختارك لدواره جذاك الله عن المسلمين خير جذاك اشتركوا في القناة